نريد الآن أن نعبر عن هذا العدد الصغير جداً بالصيغة العلمية لنرى كم يبلغ صغره واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسة أصفار يليها ثلاثة أربعة خمسة سبعة كل هذا وراء الفاصل العشرية الآن سأعطيكم مراجعة سريعة حول الصيغة العلمية إنه يعني أن نعبر عن العدد بصورة دعوني أعطي مثالاً خمسة ضرب عشرة للقوة خمسة هذا يعاد مثالاً على الكتابة بصيغة علمية وعندما نكتب شيئاً ما بصيغة علمية فالعدد الذي نضربه بالقوة عشرة يكون أكبر من أو يساوي واحد ويكون أقل من عشرة وبالطبع هذه ستكون قوة العشرة فعلى سبيل المثال إذا أردنا كتابة خمسة ضرب تسعة القوة خمسة هذه ليست صيغة علمية إذا أردت أن أكتب خمسين ضرب عشرة القوة خمسة هذه ليست الصيغة العلمية تماماً في بعض الأحيان نستخدم الصيغة العلمية عندما نقوم بحل المسائل الحسابية لكن إذا أردت بالفعل أن تكتب هذا بصيغة علمية فعليك أن تكتبه بصورة خمسة ضرب عشرة أي خمسين ضرب عشرة القوة خمسة عشرة ضرب عشرة القوة خمسة يساوي عشرة القوة ستة إذا يمكن كتابة هذا خمسة ضرب عشرة القوة ستة إذا هدفنا هو أن يكون العدد أكبر أو يساوي واحد وأقل من عشرة كذلك إذا قمت بكتابة تسعة عشار ضرب عشرة تربيع مرة أخرى هذه ليست صيغة علمية وربما أنك ترغب في كتابة تسعة بالعشرة كالتالي تسعة ضرب عشرة للقوة ناقص واحد ضرب عشرة القوة اثنان فنحصل على تسعة ضرب عشرة وهذا منطقي لأن تسعة عشار ضرب مئة يساوي تسعين وتسعة ضرب عشرة يساوي تسعين ويمكن أن نقول تسعة ضرب عشرة القوة واحد وهذه كانت المراجعة الآن لنطبق هذا على هذه المسألة هنا إذا حتى أعتقد أن الطريقة السريعة التي نفكر بتحويل العدد بها إلى صيغة علمية وهي أن نفكر بعدد الأصفار اللاحقة التي تجتمل على العدد غير صفري إذا لدينا عشرة منازل على اليمين إذا أضفنا هذه الثلاثة لدينا تسعة أصفار ومن ثم الثلاثة وللقيام بهذا بطريقة سريعة وسأفسر بسرعة سبب نجاحها هو أننا يمكن أن نعيد كتابة العدد كالتالي ثلاثة فاصلة أربعة خمسة سبعة ضرب عشرة للقوة لدينا تسعة أصفار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم ثم أحسب ثلاثة في منزلة العشرة ثلاثة عشرة للقوة ناقص عشرة وهذا منتقي لأن عندما نضرب عدد بقوة سالبة فسننقل الفاصلة العشرية إلى اليسار نحرك الفاصلة العشرية دعوني أكتبها بهذه الطريقة نبدأ بثلاثة فاصلة أربعة خمسة سبعة ثلاثة فاصلة أربعة خمسة سبعة وعندما نضربه بعشرة للقوة ناقص عشرة سنحرك الفاصلة العشرية عشرة منازل اليسار وإذا قمنا بتحريكها لليسار بمقدار عشرة على ماذا سنحصل إذا حركتها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وبالطبع لا يجب أن نترك منزلة فارغة نضع أصفارا هنا عندما نقوم بتحريك الفاصلة فيكون لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ويمكن أن نضع صفرا هنا لأتأكد من أنكم فهمتم أن هذا الصفر بجانب الفاصل العشرية بالتالي نحصل على نفس الشيء الذي حصلنا عليه في الأعلى وطريقة أخرى للتفكير في هذا هي إذا أردنا أن نبدأ بهذا العدد الصغير جدا وأردنا أن نحصل على ثلاثة فاصلة أربعة خمسة سبعة فما علينا إلا أن نضربه بعشرة القوى عشرة بهذه الطريقة نحرك الفاصلة العشرية عشرة منازل إلى اليمين فيمكن أن تقوم بهذا فيمكن أن تقول أن هذه هي كل الطرق للبحث عن نفس الشيء فيمكن أن تكتب ثلاثة فاصلة أربعة خمسة سبعة يساوي كل هذا أو يمكنني أن أنسخه وألصقه هنا وهو مساوي لهذا سأنسخه وألصقه إذا هكذا ضرب عشرة ضرب عشرة للقوى عشرة إذا قمت بضرب اسموجب وفي كل مرة تضرب العدد بعشرة فإنك تحرك الفاصل العشرية إلى اليمين وهذا يجعل العدد أكبر إذا ضربت بعشرة للقوى عشرة فستتحرك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة سنحركها إلى هنا ونحصل على ثلاثة فاصلة أربعة خمسة سبعة هذه هي الفكرة بمجملها الثلاثة فاصلة أربعة خمسة سبعة عبارة عن هذا العدد مضروبا بعشرة للقوى عشرة وإذا أردت إيجاد قيمة هذا العدد فستتضرب طرفي المعادلة بعشرة للقوى ناقص عشرة ونحصل على ثلاثة فاصلة أربعة خمسة سبعة ضرب عشرة للقوى ناقص عشرة لقد قمت بكتابتها بترتيب مختلف هنا اشتركوا في القناة